انا عند الوقت واحد وستين ثاني الحج حلمة المنزلاء بدأت تاني المهنة انا شغال فيها من حوالي من سبعة وستي اه من سبعة وستين تمانية وستي والدي كان قابلي منه وجدي محمد الله يرحمه هو اللي اعلمه لابويه انا اعلمه ليا بس انا بقى ما معلمتاش لحد عشان ما عنديش صبياء انا خلفيت كلها بنات عندي ثلاث بنات واتجوزهم وانا اخر جير فيها يعني المنى صعبة الحاجة؟ كل حاجة النهاردة صعبة كل حاجة في الحياة صعبة ليش حاجة بالساهل هي قعدتها بس صعبة لما تبقى قعدة كده طوله النهار بتصنعي في غرابيل كده وفي مناخ خدت بالك بردك ايه اكتر من الحاجات اللي حتيتها تصنعها واشغالة واكتر حاجة من صنعها للغرابيل الغرابيل السلك والجلد والغرابيل السلك دي والغرابيل الجلد دي بقى بس للاها لسه بقى لان ده بياخد مشكلة شوية الغربال الجلد ده وقت ليه ناس بتصنعه لان اصلا ده جلد حمير اه ده اساسه جلده حمار ومغزان اه بيسلقوا الجلد بتاع الحمار ده هو ويحطوه مثلا اه في طرعة او في مي خدت بها لحضرتك وبعدين بيانشال من الطرع دي بقى تلات اربح تيام ازبوع وبينشال منها بيتحط في مية وملح وبعدين بيصفة تاني وبعدين برجعوا يحطوه في ملح ومية لحد ما يتطهر خلاصه بعد كده بيشدوه وبينشروه في الشمس وبينشروه في سلحات ما بيقبى زيال حطبة كده بيقبى ناشف ففي بقى حاجة اسمها زي خراطة كده لا سن كده لا سن كده بيمشي بقى بيقطعوه بفتة بيبقى فتة كده على بيتن يقطعوه منه كده فتة طويلة لحد ما يعمل ايه 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 دككوه الغربال كده ويجيبوا طرع خشب زي كده ويجي مخرمين بالمخراط يخرمون خرمون خرمون وفي حاجة اسمها صنارة الصنارة دي بتخش في الخرم ده بيشد الفتة منه وبعدين كده كده وبعدين يجعوه تاري كده 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 لحد ما يبقى معه العيون بتاحته زي ما انت شايفة كده بيعملوا بالغلة وبيعملوا بالنزل وبيعملوا بالجلد حمار بس حاجة نظيفة ويجعوه تاريك ويجعوه تاريك لمدته اكتر من السلك السلك الممكن لو جيع عليه مية يصدي يعني ده غير ده ده يحتبر بعشرة من ده لان ده جامد وبعدين حبينا نجربه جلد البقر وجلد الماعز وجلد الجموس وجلد الحوالي ما نفعش اي جلد ما نفعش على جلد الحمار فعشان كده من جديد الازع اكتر من مية وستين سنة يعني ابويا عاش فيه اربعة وثمانين سنة جدي قاعد تسعين سنة وانا ده الوقت عاندي واحد وستين سنة وشغال فيها من سبعة وستين ولا من تمانية وستين كما ايه صعوبة الغربال الجلد الحماري يعني صعوبته في ايه صعوبته في تصنيعه في التصنيع بتاعه وعاوز صبري بجأ عاوز صبري لاني مكنتش تشتغليه وانت جاعدة مكربصة في الارض كده وحتى الطرى ديت على رجل كده وانت جاعدة نحف عملاكة دي عشان تطلعها العيون دي عشان تطلعها العيون دي ليعبيبها المبروم وبيعملوا بها الحيات الغلة والكلامين كم بيأخذ مع حضرتك قد ايه وقت عابل ما تطلعه والله لا ده كان يعني هو كان شغل بتاعه لما الجلد بينشأ والجلد بتطهر وخلاص ممكن بيأخذ ربع ساعة نص ساعة شوه اما النهاردة ما نقدرش نعمله وانا منشتري جاهز دلوقت ما نقدرش نعمله لو حابت نعمل واحد حنقعد يوم بحال وفيه لا مكهود طبعا مكهود وصد الصبر اكتر من مكهود كما لان يزهد لو في واحد في سن كبير زي حالتنا كده يزهد عايز واحد بردك شاب لسه وعنده صبر يطلق بالي ويصنع احنا كنا نصنع دولك ما نقدرش لا هو الجلد الحمير ده بس الغربال الكبير ده هوت عشان الفلاحين بيخدوه في الارياء يعملوا بول غلة وبيعملوا بتاع وده بنعمله حيات زغيرة منه عشان بعد عندنا هنا في المدق بيحبوا الغربال الجلد الزغير ده هوت عشان يعملوا بول مبروه ده هو الكسكوس يعني في موسيقى 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 موسيقى